السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة العقارات المميزة بنصر قانون شروط الخروج إلى المعاشة المبكر 2024 الكطاعين العام والخاص بس قبل ما نتكلم على التفاصيل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو بمدة اشتراك تأميني 20 عام شروط المعاشة المبكر 2024 يتساءل قطاع كبير من العاملين في القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص والراغبين في نهاية الخدمة قبل الوصول لسن المعاشة المقرر بقانون المعاشات الجديدة عن تفاصيل قانون المعاشة المبكر الجديد وشرط الخروج من المعاش يسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاشة المبكر في حال توفر مدة اشتراك تأميني تزيد عن 20 عام وترتفع هذه المدة إلى 25 عام بحلول يناير 2025 يشترط قانون المعاشات 2023 الخروج للمعاشة المبكر أن يكون الموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 13 متصلة أو 16 منقطعة مثل ما هو المعمول به في القانون الحالي شروط المعاشة المبكر للقطاع الخاص يجب وصول سن العامل أو الموظف إلى 50 سنة حتى يستطيع الخروج إلى المعاشة المبكر 2023 يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديدة عدم وقوع أي إجراء تقديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديدة الخروج إلى المعاشة المبكر لا تقل لمدة اشتراك التأمين عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات ويخرم العمل الذي خرج إلى المعاشر المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة قاضعة لأحكام القانون بالعمل يشترط أن لا تقل مدة الاشتراك التأمين عن 20 عام وتسئل 25 عام في 2025